اشتركوا في القناة في منزلة الرشا والساعة 33 دقيقة صباحا رح ينتقل لمنزلة الشرطين يعني لبرج الحمل بالنسبة للقمر الآن هو في منزلة الرشا زي ما حكينا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يظل القمر موجود فيها أي المنزل لغاية الساعة 33 36 دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الشرطين وهي منزلة تعتبر أول درجات برج الحمل وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان العمليات الصغرى تقليم الأظافر وحلاقة الشعار بما أن القمر موجود من الآن لغاية ساعات الصباح في برج الحوت فبتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزووا جانبا وبيضرفوا الدم الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بعض الموليد من جميع الأبراج ممكن يقعوا في حباء للغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور وقتنا آلة تصوير بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زاويتين اللي هم تأثيراتهم موجودة الزاوية الأولى هي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها من يوم ستة عشر الشهر ليوم واحد وعشرين الشهر يعني لغاية يوم الغد طبعا هاي اللي لها علاقة بين قطاع العلاقات العاطفية الضعيفة من غير رجعة لأنها بتهدد أي علاقة مهزوزة بأنها يصير انفصال فيها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين المشتري وهاي عادة عند حدوث هذا الاتصال بنتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وكمان هذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات أو أمور لها علاقة بهاي الوضعيتين اللي هي السفر والاتصالات بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل وذروتها اليوم طبعا في عنا مجموعة كبيرة من الزاوية الزاوية الأولى هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون ذروتها الساعة 12 ودقيقة بعد منتصف ليل الاثنين على الثلاثة طبعا تأثيرات هاي الزاوية من ساعة المغرب يعني من موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون ذروتها الساعة 13 و10 دقائق صباحا بتوقيت جرينيج طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعة مساء الليلة اللي موعد بث الحلقة لغاية ساعات الصباح بخلق لدينا هذا الاتصال حالي من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 13 دقائق صباحا بتوقيت جرينيج وبينتهي الساعة 37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني مدته تقريبا 27 دقيقة بعدها القمر بنتقل لبرج الحمل هذا بيعني انه هدول السبع وعشرين دقيقة فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 137 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج القمر خلاص بيكون انتقل هيك واستقر في برج الحمل وبدأ يشكل اول زوايا فطبعا على جميع الابراج في هاي الفترة منشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون اكثر تصميما واكثر استقلالية ممكن نبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا او نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة انه اقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل هاي فترة اللي هي فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك ويمكن برضو في هاي الفترة ادخال تعديل على قصة الشعر وايقامة حفل ما بالنسبة الى الزاوية التي رح تتشكل بعد الانتقال هي زاوية بطيئة طبعا هاي ذروتها رح تكون يوم واحد وعشرين هي مستمرة لغاية يوم اثنان وعشرين ستة زاوية التثليت الايجابية بين الزهرة وبين بلوتو وهاي رح تبدأ تاثراتها زي ما حكينا من يوم عشرين لاثنان وعشرين وذروتها يوم واحد وعشرين بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة ايجابا لانه في هاي الفترة بتتدعم اكثر وبتتعزز اكثر فاكثر اما بالنسبة الى الحدث اللي رح يصير اليوم اللي هو انتقال الشمس من الجوزاء للسرطان يعني بداية اعياد ميلاد موليد برج السرطان عشان هيك منقولهم لموليد برج السرطان كل عام وانتم بكل الخير طبعا هذا الانتقال احنا عملنا حلقة عنه والحلقة بالتفصيل وتأثيرها على جميع الابراج فعشان هيك اللي بدو يسمع هاي التفاصيل عشان يعرف توقعات شهر كاملة بالنسبة لجميع الابراج يرجع للحلقة هاي الرابط ظهر في اعلى صفحة وبرضو موجود في اخر الحلقة واللي بدو بعد ما يسمع الحلقة يروع عليها ممكن عن طريق القناة يلاقي الحلقة موجودة طبعا هذا الانتقال رح يكون اليوم واحد وعشرين ستة رح يبدأ ساعة الانتقال رح يبدأ ساعة تسعة وثلاث عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يضل الشمس موجودة في برج السرطان حتى يوم الجمعة اثنين وعشرين سبعة لغاية الساعة ثمانية وست دقائق صباحا لينتقل بعدها الشمس لبرج الاسد بالنسبة للزاوية التي تليها بعد الانتقال في عنا زاوية اقتران سلبي بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام ساعة ثلاثة وستة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام ساعة ستة وثلاثة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا هاي تأثيراتها من ساعة الظهر لغاية ساعات منتصف الليل بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفرلها العناية الاضافية طبعا من الان لغاية ساعات الصباح القدمان اصابع القدم الغد النقامية الغد الصناوبرية الاندروفين الهرمون المسكن للالام والميتانونين اللي هو هرمون مساعد على النوم هدولا اللي بصير فيهم مشاكل واللي لازم نوفرلهم العناية الاضافية لغاية ساعات الصباح اما من ساعات الصباح فبصير القمر بما انه رح ينتقل وصير في برج الحمل فالاعضاء الاكثر حساسية بتصير الرأس والاسنان اللسان العضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم طبعا هاي الاعضاء هي الاكثر حساسية واللي لازم انه ما نعمل اي عمليات جراحية لهاي الاعضاء خلال هذا اليوم طبعا لغاية ساعات الصباح شيء اللي القبل وما بعد الصباح الجزء الثاني اللي لازم نوفرلها العناية الاضافية طبعا يوصاب باجراء عمليات جراحية لأي اعضاء اخرى غير هاي الاعضاء خلال هذا اليوم طبعا هاي فترة بدأت مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة والامور هاي ولكن بما انه القمر رح يكون موجود بالحمل فعمليات التجميل للوجه ما بنصح فيها الا كاذا كانت الطرارية لانه الحمل له علاقة بمنطقة الرأس وتجعل منطقة الرأس اكثر حساسية فلو اجل لغاية انتقال القمر لبرج الثور بيكون افضل بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى لازالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلادي بما انه القمر رح يكون موجود في برج الحمل خلو المسار القادم بيبدأ يوم الخميس 23 6 في تمام الساعة 8 ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 11 57 دقيقة ظهرا لا يستقر القمر بعدها في برج الثور اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم المربع نصف بدر كامل عمر 22 يوم في تمام الساعة 10 و42 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بيصبح 23 يوم نسبة الاضاءة بتصير 50% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء وبدها تنتقل للسرطان ورح تمكث الشمس في السرطان لغاية يوم 22 7 طبعا هي الآن منتحسة بنسبة 40% لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتصير منتحسة بنسبة 10% القمر في الحوت وبدو ينتقل للحمل ورح يمكث في الحمل لغاية يوم 23 6 طبعا اليوم متقلب الأطوار ولكن كل تقلبه رح يكون بسعادة يعني الآن هو سعيد بنسبة 30% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 45% في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 30% ساعات العصر بترتفع نسبة الحضوض لـ 70% في ساعات المساء بترجع بتنزل لغاية 30% يعني اجمالا كل اليوم القمر رح يكون في حالة سعادة عشر هو منتحس بنسبة 40% وأورانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة موليد برج الحمل طبعا من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح بيظل التعب مسيطر عليكم تشعروا أن طاقتكم ضعيفة ولكن كل ما اقتربنا لمنتصف الليل وما بعد تشعروا بطاقة أكبر لغاية ساعات الصباح بساعات الصباح بتبدأوا فترة أفضل وهاي الفترة بتعدلكم نشاطكم المفقود من أيام بتحس أن الأمور بلشت تتحسن عندك طاقة كبيرة ونشاط عالي جدا ممكن اليوم تنجز جميع أعمالك الطاقة معني رح تعوض الأيام الماضية على المستوى الشخصي وعلى المستوى العاطفي وعلى المستوى الاجتماعي ولكن ممكن يكون عندك بعض تقلب المزاج أو العصبية فبندك تحذر أثناء التعامل مع الغير برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا النشاط كله على المستوى الاجتماعي ما زالت الأجواء جيدة تنشطوا ما بين الأصدقاء أو ممكن حفل أو مناسبة أو لقاء أصدقاء أو حوار أو مساعدة الأصدقاء لا لكم ولكن كل ما اقتربنا لساعات الصباح بتجد أن طاقتك بدأت تضعف لأنه القمر رح يوصل لبيت متاعبك فهنا بدك تدير بالك لأنه رح تدخل فترة حادة جدا وفاقد للطاقة فيها وبتكون معاكس لإلك فعشان هيك ممكن تتعطى الأوراق أو معاملات أو بعض الأمور ما تقدر تنجزها بالكامل إلى أهم لنك تنتبه على صحتك وتنتبه على أعمالك وبالفترة هاي ما تتخذ طرارات حاسمة أهم النقاط اللي لازم أحذرك منها إنه حاول أنك تمسك حالك من الدخول في أي مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن يتطور للأسوأ برج الجوزاء بالنسبة لما أوليد برج الجوزاء طبعا بتكو تحافظه على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل ما زال قمر موجود في بيت السمع لغاية ساعات الصباح فعشان هي بتكو تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وتحاولوا أنكو تعززوا علاقاتكم مع المسؤولين وتحافظوا على سمعتكم قدر الإمكان أما من ساعات الصباح فهنا الأجواء رح تتغير رح تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا لأصدقاء منكو أشخاص رح يرافقوا بعض الأصحاب أو المعارف اللي بيرتاحوا لصحبتهم الأجواء إيجابية ودعم لإلكم بقوة أو ممكن تعزز العلاقات ما بينكو بين الأصدقاء اليوم ممكن يتوجهلكو دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو تنشطوا في مناسبة اجتماعية وبيبوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان الأجواء ما زالت ممتازة جدا على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتعامل مع الأجانب والنقاشات وسرعة البديهة وتقديم الامتحانات طبعا ما زالت الأجواء داعمل إلك بشكل قوي على كل هاي المستويات لغاية ساعات الصباح ولكن في ساعات الصباح القمر رح ينتقل لبيت السمعة فهون بدكوا تحافظوا على هدوءكم حاولوا أنكم ما تثيروا الفتن والمشاكل تضبطوا عصابكم ما زالت الشمس ما وصلت لعندكم بالكامل فالطاقة ضعيفة وسهل استفزازكم هاي فترة مهمة بتمتحنك أهم شي إنك ما تضعف وما تستسلم ما ترتكب الأخطاء فيها بدك تحافظ على رصانتك وتتمسك بمسؤوليتك طبعا هاي فترة ممتازة ابتداء من ساعات الصباح للي برغب لتقديم طلبات عمل أو مقابلات أو تعزيز العلاقة مع رؤساهم في العمل برج الأسد بالنسبة بالنسبة للموليد برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثامن اللي له علاقة بالأموال المشتركة فممكن اليوم تتفحصوا حساب مشترك أهم شي إنكم تمتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة طبعا كل الاهتمام رح يكون عن الأموال المشتركة اللي لها علاقة ببنك ضريبة تأمين ميرات أموال اللي لكم بتحولوا تحصلوها أو بتهتم بالمسائل المالية بشكل أكبر لغاية ساعات الصباح طبعا هاي الأمور من ساعات الصباح الأجواء كلها رح تتغير لصالحك بشكل أكبر فرح تنشطوا في الاتصالات البعيدة والسفر البعيد والعلاقة مع أشخاص خارج البلاد أو الأجانب وبتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية طبعا بدكوا تنتبهوا أثناء قيادة السيارة بالشوارع المفتوحة ما بين المدن ممكن بعضكوا يفقد أوراق أو أمتعة فعشان هيك لازم تتفقد كل شيء وما تتسرع أثناء القيادة والتنقلات برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما فعشان هيك بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم طبعا شراكات المال شراكات العاطفة ممكن تعزيزها أو التقارب أو تخذ قرارات أو تترافقوا بشيء معين يعني في اندماج والفترة هي جيدة للمصالحة وتراجع عن قرارات سابقة أما في ساعات الصباح فالتركيز بصير على الأمور المالية فبتنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة بدكوا تحذروا من أي نزاعات مع الشريك وخصوصا شريك العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل كل التركيز رح يكون على الأمور المالية من ساعات الصباح على مستوى أموال إلها علاقة ببنك ضريبة تأمين تزديد بعض الفواتير أو الاهتمام بتحصيل أموال بتعود لا إلك برج الميزان من الآن ولغاية ساعات الصباح الاهتمام كله رح يكون على العمل وعلى الصحة فعشان هيك بتكو تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا لعمل جديد حتى ساعات الصباح فأهم شيء أنه برضو تحفظوا على علاقتكم مع زملائكم بدون حدية وبدون تسرعات من ساعات الصباح القمر رح يصير مقابلك تماما فهون بصير التركيز كله على تعزيز الشراكة يعني شراكة المال شراكة العاطفة وعلاقتكم بأزواجكم هاي الفترة بدك تنتبه بشكل جيد من طاقتك لأن طاقتك بتكون ضعيفة فهنا ممكن تتصرف تصرفات بعصبية وحدية أو تتحرك بدون انتباه فبدك تحذر من الجروح والالتهابات على أنواعها وفي نفس اللحظة ابعد عن المشاكل قدر الإمكان برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب من الآن لغاية ساعة الصباح بتظل العاطفي قوية عندكم وبتميلوا للتقارب ما بينكم وبين أحباكم للتجاوب معهم الأجواء جيدة بتدعمكم بحضوضها بطاقتها بتقاربكم بالترفيه بممارسة هواية معينة اليوم طاقتك عالي جدا ولكن للأسف الشديد أنه مع ساعات الصباح مع انتقال القمر لبرج الحمل بيغلب عليك طابع العنف عشانيك برضو بدك تنتبه لصحتك وبدك تنتبه لأعمالك خلال هذا اليوم وابعد عن أي مشاكل الأجواء على مستوى العمل جيدة فاليوم ممكن تنجز بعض الأعمال المهمة والضرورية ولكن الأهم أنك تنتبه زي ما حكينا لصحتك ولا إنجاز وإتمام أعمالك برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح بدك تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم لأنه الاهتمام ما زال له علاقة بالبيت والعائلة والتقارب وحل بعض المسائل اللي كانت عالقة إلها علاقة بالبيت والعائلة وبعض المصاريف أو الالتزامات أو التصليحات من هذا القبيل من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير بشكل كامل فعشان هيك رح تزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم رح تدخلوا فترة قوية جدا على مستوى التقارب مع الأحباء وتحسين العلاقة معهم والاهتمام بالأبناء والرغبات والهوايات والأمور هاي ولكن حاول قدر الإمكان أنك تمسك أصابك وما تنفعل ولا تفتعل خلافات لا في المنزل ولا مع أفراد العائلة لأنه ما زال مزاجك في بعض الحدية برج الجديد بالنسبة لما أوليد برج الجدي من الآن ولغاية ساعات الصباح اللي عنده امتحان بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ رغم أنه الأجواء جيدة ودعمة وبتعطيك نشاط عالي جدا بالاتصالات والحوارات والنقاشات وعندك قدرة على الإقناع عالي جدا ولكن ممكن تتسرع في بعض اللحظات فعشان هيك حتى أثناء قيادتك للسيارة بدك تنتبه وحاول أنك ما تنفعل أما في ساعات الصباح فهنا رح تفضل على الأجواء البيتية والعائلية وممكن تهتموا بعض المسائل أو النشاطات الاجتماعية العائلية كمناسبة أو احتفال أو لقاء أو حتى ممكن تصليحات وترميمات منزلية فترة جيدة على مستوى الأمور الأشخاص اللي بيشتغلوا بالعقارات ولكن بدك تنتبهوا أنه شوي ممكن تكونوا عدوانيون وممكن هذا الشيء يسبب بسبب مزاجك أو تسبب لكم بسبب تقلبات مزاجك وخلاف أو سوء تفاهم ما برضو بدك تنتبهوا طيلة النهار أثناء قيادة السيارة داخل المدن برج برج الدلو ما زالت الأجواء بتركز على الأمور اللي إلها علاقة بالأمور المالية ولكن بما أنه بنقترب من قلوم مسار فبدكوا تتجنبوا شراء أي حاجة ثمينة خففوا من نفقاتكم قدر الإمكان طبعا الأجواء جيدة وفيها ما زال فرص لمكاسب تيجي من تعويض أو من عمل إضافي مسترد داتبات أو نوع من الدعم ولكن المصاريف بتصير زيادة في ساعات الصباح الأجواء رح تنشط فيها بشكل قوي جدا على مستوى الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات ومو اللي عنده امتحان اليوم رح يكون الحظ حليف من المحتمل أنه يعاني البعض من بعض المشاكل أو النزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل زي سوء تفاهم طبعا كلها هاي الأمور بتعود للأمور المالية أو الأمور اللي إلها علاقة بالإسراف فبدك تضبط عصابك من الناحية هاي وفي نفس اللحظة ركز اليوم بنشاطات بتك النهارية لأنه فيها مكاسب كثيرة في منك ورح يتعامل مع أخ أو جار برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا الطاقة عالية جدا عندكم اليوم بشكل هائل من الآن لغاية ساعات الصباح عندكم نشاط عندكم طاقة عندكم حيوية عندكم كثير من الأعمال اللي حابين تنجزوها أو بترتبوا لأتمامها وإنجازها مع هيك ما تبادروا لأي عمل جديد بل وصلوا أعمالكم اللي بداتوا فيها من قبل استغلوا فرصة الطاقة الإيجابية هاي اللي موجودة عندكم وبتتحسن كل شوي أكثر مع ساعة الصباح التركيز رح يكون كله على الأمور المالية فرح تنهمكم في ضبط ميزانيتكم أو ترتيب وضع مالي أو تحصيل مالي أو مشتريات أو حتى ممكن تحصلوا على أموال من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم أهم شيء زي ما حكينا تقليل من المصاري في قدر الإمكان هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد وأن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر